موسيقى اهلا بكم مشاهدين الكرام في حلقة جديدة من برنامج ابشر والذي يعرض على قناة الايام المباركة نحن الان تحديدا في مركز الكوت في واسط تحديدا في منطقة حي الجامعة وايضا معانات اخرى وهذه المعانات يبدو انها لا تريد ان تنتهي هذه مدرسة بها ثلاث دوامات تدائية متوسطة وكذلك بنات وولد معزولين يعني وبالقرب من هاي المدرسة تشوفون هذا المنظر اللي قدامكم ما عرف شون هذا بازل ما ادري شونه موجود يم المدرسة ملاسق لسياج المدرسة وطبعا كيد اكو بالمدرسة معانات كثيرة واكو ضيم متأكداني لكن اكو محاولات لانجاح العام الدراسي طبعا هذا كله على حساب المدير والمعلم او المدرس والطالب لكن عندي ملاحظة مهمة مشاهدين الكرام يعني هسا هذا المنظر اللي هو موجود بالقرب من المدرسة مياه اسنة واكياس وقواني واوساخ وقلق وهي شي يعني مدغل وقصب وبالقرب من بوابة المدرسة يعني طالب من يفوت للدوام حتى يتوكل على الله من الصباح في يوم دراسي جديد حتى يبدع بالصاف ويشرح لانه محافظ من البارحة ويشارك لازم يشوف هذا المنظر زين هذا المنظر بذمة منه؟ بذمة ادارة المدارس يعني مدير المدرسة المفروض هو يجي نظف له البلدية له المحافظة ما اعرف منه يعني منه اللي يقرر يقول بأس كافي شوف هنا انا شون دس شوفون المجرأ بسوي لابو ريحة يقبر المي منك ويجي ويطلع حيش قبط ما اعرف لكن انا ذكرت قبل من شدنا بالمتوسطة كان مديرنا يالله يرحمه توفى بسوي فالترتيب معين انه مثل العمل الشعبي وجدول وحسب الاصول والطالب شي سوي اكو خمس او ست طلاب بعد انتهاء الدوام الرسمي وحسب الجدول اللي خاله مرشد الصف يطلعون ينظفون شي نظفون نظفون الصف نظفون الصف فتشوف الصفوف كلها في نهاية الدوام كلها وبمراحلها اكو حركة تنظيف كبيرة كملون يرجعون الرحلات والله شنا نمسحها ونرتبها وكذا حتطلع ثاني يوم الصباح نجي صفوف نظيف ليش؟ لان كانوا ميلحقون وكبار بالعمر منظفين محلولا لي مشكلة واكو يوم اخر كاني طلعنا كليتنا ننظف دائر مدائر المدرسة موعب بالعكس هذا الموضوع ينمي الشعور بالانتماء ليش هاني لحدنا ان اذكر هذا الموضوع؟ وحتى شنا نجيب مكانيسة من البيت وكذا ويجي شي نخليها بالعربين ونجمعها ونخليها وبعلي نشيلوها تجي سيارات تشيلها وشوف المدرسة مالتنا كانت جدا نظيفة وجميلة على كلنا شوية يرات قرار قرار يعني شجاعة شجاعة في اتخاذ قرارات تفيد اروقة الدولة بالتالي لمن اروقة الدولة اللي هي مؤسسات الدولة اللي هي وزارات الدولة تلقي بظلالها الايجابية على المواطن والمواطن اللي هو منه الطالب الموظف يعني يا ابويا يعني ما يرادلها علم ما يرادلها بس شجاعة دعوني أعرفكم على فتة شخصية أيضا هي منت الكوت وتربوية تعرف عليها وهي مرشحة لانتخابات مجالس المحافظات هنا في واسط ونشوف شون اللي بالها شون طموحها شتي تريد تسوي سلام عليكم مرحبا سيد شونت شون صحة الله يخليك الله يعفضيك يا مرحبا عرفيني بنفسي شون بلكوت ان شاء الله مرحبا سلمك أهلا وسهلا آني تغريد اسماعين زيدان حمزة القريشي مرشحة على مجلس الاعلاقاء مية وثلاثة واربعين تسلسل 12 الشرف بالتالي انتي تربوية نعم تربوية لذلك احنا قررنا انه نوقفهم هاي المدرسة اللي انتي يعني مدرسة بيها آني لأ معلمة جامعية نعم معلمة جامعية معلمة جامعية شون اختصاصيش تربية فنية وشون دت مارسين اختصاصش بالمدرسة يعني؟ احنا انا هسا حاليا دا امارس درس الفنية بس بالسنوات السابقة او الفاتحة الايام انا شد ادرس اللغة العربية سد حاجة ما عندنا معلمين او كوادر فنسد الحاجة بس انت اختصاصش فنية اي انا اختصاص فنية درسين لغة عربية اي ادرس لغة عربية هاي شلون هذا صار هذا القرار؟ يعني انت من كيفش لو المدير مثلا او المشرف التربوي قال لا 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 سد حاجة يعني انت بادرتي اي انا بادرت والادارة وافقت بهذا الشي انا الحل لاحظة لاحظة سد حاجة لان ماكو مدرس اي اي ماكو مدرس ماكو ماكو تدرس اي اي فقلت يا انا ادرس اللغة العربية صار لتقريبا تلتع سنة ادرس لغة عربية مع العلم وبنفس الوقت امارس التربية الفنية ادرس الفنية والله عاش سيدس وهاي من قلت لي للمدير انه اني متبرعة انه اسوي هجي شيء أنا متبرعة أدرس الطلاب اللغة العربية وبنفس الوقت قلت لك عندي نشاطات معارض يعني درجاتهم شونها بالعربي كل إنسان ويستأكل طالب وحسب استحقاقه لا قصد يعني مثلا أنت تعرفين تشرحين عربية باعتبار اختصاصي شمو عربي لا لا أعرف أعرف أي مادة صفة رابع ابتدائي أخذه ممتاز وواضع سهلة أي مواضع سهلة يعني هم شيء أنا أخدم الطالب ممتاز بالأول وبالأخير أنا أخدم الطالب هذا أول مؤشر نقدر نقول أنه أنت إنسانة معطاء الحمد الله تبادرين لعمل الخير الحمد الله تبادرين أنه يكون تحاولين تصنعين حل هذا واجب تصنعين حل مو مشكلة ممتاز مشاهدي الكرام عندنا آلاف بالدولة يصنع مشكلة مو حل والله العظيم ويدري كل زين أنه إحنا ندري بيه هو دي يصنع مشكلة هذا وجودة ورم ورم بالدولة الإنسان اللي ما يشتغل صح ويحاول يسوي عرقله حتى شنعلب وشوفوا ما تقدرون إذا مو آني ما تقدرون والله يفشل هذا الموضوع هذا كارثة والله أستاذ كل شيء يريدنا نسوي كل الحلول بس إحنا إذا أريدنا نسوي حل نسوي إذا نصنع مشكلة نصنع مشكلة ونعرقلها يعني أبسط شيء آني كوني مرشحة وعلى التربية أول خطوة أخطيها إن شاء الله أخر النظام ما دوامات الثلاثة أقعدنا دوامات ثلاثة يعني الطالب ما يستفد بما أنه أنا هسه حسب اختصاصي وحسب عاد معلمة يعني أشوفها وأوم وأومه بنفس الوقت أشوفها ما تخدم الطالب يعني من الساعة ثمانية من الثمانية للدعش ومن الثمانية للثنتين ومن الثمانية للثمانية للثمانية أسفل هناстр vel·ذات الشكل تدعي ماذا يستطيع أن ننتجة؟ لا يستطيع أن نتجة لا يوجد نتيجة لو نفهم الطالب و ندرسه بخلاص لو نسد المدارس لأن الدوامات الثلاثة لا تخدم الطلاب نحن نريد خدمة الطالب دوام الثلاثة لا يفيد هذه هي أول مرحلة إذا الله وفقني ألغيها اثنيا والأساس أنا معلمة وإذا الله وفقني أبدأ أكثر وأزيد المدارس لماذا دوام الثلاثة صار؟ نتيجة لا يوجد عدم مدارس لا يوجد توفر المدارس أبدأ بالمدارس أوفر الكتب أوفر مستلزمات الطلاب أشوف البناء التحتية للمدرسة أشوف المرافق الصحية تقدر سروا لها الأولا؟ وضعية الطلاب يعني هذه كلها أوفرها أهم شيء أهم شيء أنه أوفر بمحافظتي أبعد نقطة بالمحافظة أخلي مدرسة رحت قبل أيام أريد جيالي منطقة الدجيالي شاخة ثمانية أكو ابتدائية ماكو متوسطة أكو ابتدائية ماكو متوسطة ومسوين كتاب للوزارة وللتربية والحد هسه ماعدهم متوسطة هناك نحن الثلاثة وعشرين لماذا تصير لنا مدارس؟ سنة الثلاثة والثلاثة وعشرين المفروض نحن بلد حضارات الله يساعدك هاي شونه وين صاعد؟ هاي شونه وين صاعد؟ هذا وضع الدوام هاي شونه متوسطة؟ هذه متوسطة وهذه الباب وهذه الباب للابتدائية للدوام الثاني والثالث الباب الرئيسي منها كل المتوسطة نعم طبعاً هنا التربية ماعدها أنصاف المعلم أو المدرس إذا طالب إنحشوية أو مجرد قال له اسكت إقعد ضربة إحنا قبل بأيامنا ها؟ المعلم يضرب المعلم من علماني حرفاً ملكاني عبداً أنا بهذا العمر وأذا أشوف معلمة من معلماتي قبل ها؟ أوقف هيبة المعلم من هيبة الدولة المعلم المفروض يحترموه بشكل صحيح التربية شجعت التربية شجعت التربية شجعت على أن المعلم لا يحدث ما يصير يا أبا القرارات للتربية التربية ووزارة التعليم العالي شجعت على هذه الظاهرة الطالب يطب مدلل معزز مكرم لسا ما يخالف سيد خليصيرهم لا تحكي لا تقوم ما تعرف كسلان ما يصير يعني أنت جايب من البيت لا قاري لا كاتب المعلمة لا تفتح حلقة أو المدرس ما يفتح حل قوية الطالب شنو خوفا خوفا يطلع المعلم من باب المدرسة ينضرب له ينكتل وقبل كم يوم صارت عندنا حالة أحد المدراء بالحي انكتل مات وكل هذا وانت فصل ينكتل ويروح المعلم وانت فصل هو فوق حقه ينطي يفصل هذا ما يصير هيجي بالتالي احنا نتمنى من يعني والله واحد شي يقول ما أعرف هيبة المعلم من هيبة الدولة المعلم المفروض يتم حمايته بشكل صحيح ومقدر وبعدين أخلاقيات الطلاب المفروض يعني أكون مرشدين تربويين أكون باحث نفسي باحث اجتماعي لازم أكون شوية يعني فالحد الأدنى مو قسوة وإنما حتى يعرفوا انه هو جايل مؤسسة محترمة تعلمها هي اسمها تربية وتعليم تربية وتعليم بالتالي إذا نعوفها براحتها ويصرفوا بكيفها ومدري شي يسوي ها بعد تصيري الأمور كل الش يعني ماكو سيطرة عليها فلازم قرارات جديدة قرارات جديدة تبني هاي المؤسسة اللي مع الأسف بتنهدم يوم بعد يوم احنا صح بحاجة إلى مدارس صح بحاجة إلى مدارس صح بحاجة إلى رحلات وصبورات وكل شي ومرافقات صحية ومعرف شنو لكن أهم من هذا احنا بحاجة إلى إنسان الإنسان هذا الإنسان شون لازم يعني يتعلم بشكل صحيح ويتربى بشكل صحيح حتى يعرفوا شون يبني بلده ما يصير هالشكل واقفين إحنا جتنا قاموا بلحصوا يشمرون علينا السبب شنو سبب الزخم ما للطلاب استاذ السبب الزخم ما للطلاب كل مدرسة بيها ألف طالب وليل الطالب هاي رح يضطرون يشطروها ثلاث أقساء وبالنتيجة منه المتأذي الطالب بالدرجة الأولى أرجع وأقول الطالب متأذي كتدريس ماكو اهتمام ماكو هاي بحالة الدوام الثلاثي لهم موفرين مدارس قبل ليجي العام الدراسي لهم موفرين المستدرات وين كانوا وين كانوا هاي المدة كلها وين كانوا سبات عندنا سبات يعني وين كانوا شوفوا التربية والتعليم قلها وين المدارس مالتنا عندنا ساحات وعدنا قيعين وعدنا كل شيء مفروض أبني مدارس ليش الزخمة خليت المدرسة بيها ألف طالب وبعدين أسويها ثلاث دوامات وبعدين منو يتأذي هم المعلم وهمين بالدرجة الأولى الطالب راح يكون شي يستفاد هسا أريدش أريدش تخاطبين المواطنين اللي المفروض ينتخبون يوم 18-12 شا تقولي لهم شا توعديهم بالنسبة إلي على صعيد الشخصي أنا بتلكوت وبتمحافظة واسد أتوعد وأهد الأهلي وناسي إنه أخدم محافظتي بالدرجة الأولى أخدم محافظتي وأشيل كاهل عن شبابنا والنساء وأهل الكوت الدرجة الأولى وتركزين باللجان اللي تخصها التربية؟ أي نعم أهم شي عندي التربية لأن إحنا نفتقل للمدارس نفتقل للمدارس أبعد المفروض أبعد مكان بالكوت أو نقطة كون بيه مدرسة متوسطة وابتدائية أنا أشكرك جدا وأتمنى لك التوفيق أشكرك أستاذ تسلم إذن مشاهدين الكرامة موضوع حقيقة يعني المفروض الدولة كلها توقف على هذا الموضوع ما يصير الدولة كلها توقف وتسند وزير التربية ووزارة التربية المديريات حقيقة حتى تصنع وطن حقيقي مجتمع صحي من المدرسة تنتبه على المعلم راتب المعلم مخصصات المعلم قطعة أرض المعلم بالإضافة إلى أنه المدرسة بناية المدرسة كل ما يتعلق بالمدرسة الكتب التجهيزات كل شيء كل شيء مع الأسف هذا الإهمال يولد عندنا أجيال من الطلبة اللي هما محسوبين على الطلبة ولكن طريقة تفكيرهم تختلف مو مثل اللي تربينا عليه إحنا قناعات تختلف ما راح يكون إنسان نافع بمجتمع راح يكون إنسان عنيف عدائي نخليكم إيانا بعد هذا الفاصل موسيقى أهلا بكم الجديد مشاهدين الكرام انتقلنا إلى موقع آخر هنا في سدة الكوت مثل ما بدأ شوفون فالمنظر جميل جداً حقيقةً وفعلاً هو الماء سر الحياة بالإضافة إلى أنه هذه السدة له دور كبير نتمنى أنه يساوون سدود بعد أكثر خاصةً بالجنوب بالبصرة ما أحد يقول مو مد الملحي مدري اللسان الملحي ما أعرف شنو إما هذا المايد يروح إيج حرامات يعني غير واحد يستفاد من عنده لازم أن تجيبون خبراء شوي يبتامون وقدلوا لكم بيام وكان ممكن إنه يساوون سد حتى هذا الماء يستفادون من عنده كل المناطق وخصوصاً الزراعية بالعراق بس ما ورحنا ببابلو رويناكم مآسي كم جدول كم بازل فارغ ولا قطرة ميمة ليش استغلال صحيح لماما على كل اسمحوا لي أن نعرفكم على شخصية أخرى أيضاً مرشحة للمحابات مجالس محافظاتنا في واسط ونتعرف عليه السلام عليكم وعليكم السلام ورحمته الله يسلمك الله يحفظك الله يخليك ممكن تعرفينا بنفسك أني المشاور القانوني شيري الناجي البياري من محافظة تواسط موظفة بديوان المحافظة خدمتي 22 سنة خريجة لغة عربية سنة 2005-2004 خريجة القانون سنة 2018 بصراحة أنا دخلت للانتخابات دخلت بهدف هو رفع الظلم والحيف عن الطبقة الفقيرة وكثير ما أواجهه خلال عملي في مديرية بلدية الكوت عند لقائي بعدة طبقة من المتقاعدين والمطلقات والأرامل وهي موضوع غرض الأعالي هناك الأعالي تشكل ظلم كبير في هذا الموضوع وهو إذا المطلقة كان عندها أطفال وهذا الكبر وهو صارة الأعالي زين من صارة الأعالي راح ينحرم إذا الزوج بالمستقبل زين هاي أحده ينحرم ينحرم ابنها أي عندما سوا أعالي راح تستفادوا من القطعة بس بالمستقبل من يزوجوا صارة الأطفال راح ينحرم من قطعة الأرض كذلك عندنا طبقة المتقاعدين كذلك هم أنه هو يأكو يعني ناس ما عندها أعالي ما حد يعيلها يعني أنا شايفة ناس قاعدين يعني نساء وكبيرة بالعمر والله العظيم وقاعدة وحدها ومأجرة وحتى راتبها اللي هو ثلاث مئت ألف مأجرة بي وقاعدة وحايرة أصلا حتى بعيشتها نحن محروق قلبنا محروق قلبنا على أبناء الشعب مالتنا على أبناء محافظة واسط لازم نغير لازم نغير هذا التغيير وأنا نزلت قتلك للظلم وطبقة الفقير بياتش بس متعرفين هسا أروقة الدولة ووزاراتها خصوصا العمل بدي يشتغلون بشكل على قدم الوساق مثل ما يقولون ودي يسوون رواتب مع الرعاية ومنصات من أجل العمل توفير فرص عمل أعقاء قروض تمام لهم وتمام تمام لكن هذا اللي تفضلت بي يحتاج لجهد وجهد كبير وتنسيق ولجان فأنت وين تلقي نفسي شيء بيها لجنة بالضبط في مجلس المحافظة تقدرين تبدعين بها أكيد اللجنة القانونية أو الخدمات قانونية نعم نعم سابقا نحن نقول مثل كلمان كلمان يركض الرابعة كلمان يذكر يمشي الحاجته بينما أنا أنا خدمات عامة تصير سواء ينتخبني أو ما ينتخبني سواء من جماعتي أو من جماعتي هذا أنا هدفي كلمات عامة بس لازم أكو بها تخصص أنت تجي دي تعرفي مو؟ أكيد 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 من خلال اللجنة القانونية أنا أرد أسأل السؤال لو شفت فت شي لا سمح الله في مجلس المحافظة فت قرار مرر بالتصويق وأنت ما عاجبش مثلاً أو ما مقتنع بي أو دا تقولين هذا القرار مو مجدي شي تسوي تعترضين أو يمس طبعاً تعترضين لو تسكتين لأن الكل وافقوا علينا لم نزلت لها غير أرد أغير لازم أعترض أنا أخدم شعبي أخدم الفقير أخدم المظلوم لازم أعترض أبد ما أسكت عن الظلم أبد ما أسكت رسالة توجهيها للناخب شو تقولي للمواطن اللي يروح المفروض ينتخب في 18-12 شو تقولي له أنا أوجه اللي يعتزلوا اللي يعتزلوا عن الانتخابات المفروض يطلعون يغيرون إذا يبقى زيان معتزل ما راح يغير ما راح يغير أتمنى لك التوفيق بس أريد تقولين اسمك وتسلسلك المشاور القانوني شيرين ناجس رحان البدياري موظفة محافظة واسط رقم القائمة 143 تسلسل 19 أتمنى لك كل التوفيق بعد الفاصل سلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم مشاهدين الكرام في هذا الجزء شخصية أخرى أيضا من الكوتس في واسط الحبيبة مرشحة الانتخابات مجالس المحافظات تربوي ومدير مدرسة راح نتحدث وياه والحمد الله وشكر انه هو مدير مدرسة ليش لين قبل شوية شفت شنا يعني نساوي اللقاء وياه احدى الأخوات وطلاب ضربونا بالحصن فالعدائية عجيبة متعرف ليش هو معرف شن القصة بس يريدي يقولاني موجود من عدا مش سمعنا من عدا شكذا لين هو جريدي قلاني موجود ولازم يعبر عن عدم رضاه عصبيته بهالطريقات الحمد لله بشكر مذها لواحد على كل شوانك شيخنا مرتاح ان شاء الله شرف بيك وشكرا لكل شيء ممكن يتعرفنا بنفسك الشيخ نصير بادي جابر التميمي مدير مدرسة مش شرف بيك ابتدائية متوسطة 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 اهلا وسلم اشقد رقم التسلسل مونتك رقم التسلسل ستة قائمة 143 مش شرف بيك مش شرف بيك الله يعزك وباعتبارك مدير مدرسة اذا انت تربوي اذا انت في معترك وفي مواجهة الهموم اليومية كمدير مدرسة وكأب في التعامل مع الطالبة والله شي اكيد بالنسبة اليوم مدير المدرسة يعاني منه هاي امور مثل شنو مثلا؟ الجانب من اول انه وضع الطلاب وسلوكهم ومعانا يعني والامور اللي يتخصهم هذي مسؤولية مدير مدرسة مسؤولية مدير مدرسة مسؤولية مدير مدرسة بس خلنوقف يوم هاي بلس نعم لمن الطالب او مجموعة من الطلاب سلوكهم غير مؤدب وربما نقول غير محترم نعم ويتعاملون بايهانة مع المدرس او المدرسة انت هنا شنو دورك وشنو دور المدرس الذي يتعرض للايهانة طبعا هو الدور الاول للمدير المدرسة بكل جوانبها هو ضبط المدرسة كمؤسسة اليوم ضبطها من جانب القيادة اللي هو المدرس طبعا احنا نتخذ عدة طرق واحدة منعتين احنا عدنا مجلس آباء يصير اتصالنا ويا الاشخاص اللي احنا نعرف احنا عدنا مخلين امنيين داخل المدرسة يعني يرزدون التحركات اضافة للكاميرات الموجودة داخل المدرسة لرصد الحركات وايضا تعرف انه هذا تحرك بطريقة غير صحيحة فهو اللي نقول اللي يتصرف بطريقة مو صحيحة ومحترم المعلم او المدير احنا عدنا اتخاذ اجراء مثلا فصل الطالب يوم او يومين حسب السلوك مالته بعد ما اندز على ولي امره واندز على ولي امره ما يرجع الا بولي امره من الدز على ولي امره ويجي ابو مثلا او خاله او والدته او اي احد او اخوت شبير نعم شي تعهد قدامكم انه بعد ما يصرف هش كله او شي يصير يعني يتعهد بهذه اذا ابنائهم يتعهدون ونطيهم انذار اول ينحتبره اذا نعاد نفس السلوك هذا لابد بعد احنا نتخذ اجراء انه هذا الطالب ينفصل ايه صارت عندك مشاكل عندنا اكو مشاكل عالجناها وتعالجته اخذوا النصوحة لانه اليوم متوسطة ممكن يستقبل النصيحة ممكن ايه مزين اذا في حالة انه المعلم اتعرض الى اهانة كبيرة وانضرب بالمدرسة ضرب نعم وربما اتعرض الى كسر في ايده ورجله او يعني تجي من هالقبيل او اتعرض الاهانة خارج المدرسة من قبل نفس الطالب اللي سوى مشكله احنا انا واحد شون يتعامل احنا احنا عدنا بالجانب الاخر هو الجانب العشائري نعم اذا كان خارج المدرسة ويصير اعتداء على مدرس راح ياخذ جزاءه والردع مالته من خلال العشيرة وممكن يترتب عليه هذا الطالب نقل او امور اخرى يعني تترتب عليه هذا الطالب ممكن ينفصل لانه هذا الاعتداء على مدرس شيء اكيد يعني على كادر التربوي اليوم مثابة مقانة والده لان من ادخل هاي المؤسسة انا حتى بالاجتماعات اجتماعات مجال السلاء اول كلامي لهم انه احنا من جاه يدخل الطالب هي التربية والتعليم فاحنا التربية من مسؤوليتنا والتعليم من مسؤوليتنا لذلك من يدخل الباب نسدي الباب بعد صار ضمن مسؤوليتنا داخل هاي المؤسسة ضمن مسؤوليتنا واي اجراء نتخذها حسب العمل او السلوك اللي يقوم بها الطالب جان هس المعلم انت اركز على هذا الموضوع اللي نريد وصل صورة حل المعلم يشعر نفسه انه هو فارض هايب تبصه فلو لا طبعا احنا اليوم هو فارض هايب تبصه بس بنفس الوقت اليوم ما الى دعم من منه المفروض الدعم اليوم الدعم يصير من وزارة التربية لان يعني شو تسوي للوزارة مثلا شو تدعمه قراراته يعني اذا اليوم طالب يحتدي على مدرس او المدرس حسب انه يريد يوصل له فكرة ويشوف يعني سلوكه موزينه اموره فشي اكيد ما راح كل شي يسوي اليوم المعلم او المدرس وكأنما مكتف يدي وقاعد ويضط المعلومة يستقبل الطالب زين ما يستقبل ما عنده اي جراءات لانه مجرد من كل القوة اللي عنده ايما الى ردي نقول سند او قانون يحمي المدرس او المعلم احنا بنظرنا انه احتبره هذه واحدة من انه ما جاي نضغط بالتعليم يعني قصدك ما تضغط على الطالب والتابع وياه وليش ما محظر وليش هيتش ما تقدر ما تقدر يجي محظر ما محظر هاه هي يجي محظر ما محظر اي اهلا الوسائل هذه الدرجة وبالاخير انه من تجي النتائج ينضاف يعني خمس درجات ضيف لها عشر درجات والنتيجة انه تصعد حتى الماء مستحق سعود يصعد طبع مشاهد الكرام اذكرت في الحادثة ايضا عفيت من الاول متوسط للثاني فبداية الثاني بعدنا ما محظرين وكذا وبينين الشطار موجودين يعني كانوا ايه المهم فدرس العربي جاءنا مدرس العربي الله يرحمه ايه والله كان يجعل بايسيكل مدرس بالله العظيم فقال انطانا واجب فا احنا بعدنا بالبداية بالبداية بعدنا فمن المهم حظر ارفع ايده ارفع ايده ارفع ايده ارفعت ايده يعني بعدنا اول يوم بعدنا اول يوم ثاني يوم بعدنا يعني وانا المراقب ما اصاب قم وديهم للمدير قلت لستاذا انا معفو من العام قال ايه مي خاطب دروح لي السا دروح المدير رحنا للمدير طبعا كان فد شعور كلش قاسي بالنسبة لي وداني للمدير المدير معروف بصرامته وخوفه على الطالب فعلا والله كنا نحفظ المادة من الجلد للجلد بالله العظيم ويمتحنا شهريات وفصليات بحيث احنا بنصو السنة ثمانين بالمئة منطلع احفظين المادة كلها لما يكون المدير يعني يعرف عنده خطة وعنده هدف وعنده كذا ومسنود من قبل الوزارة الى غير ذلك من الوزارة طببنا للمدير فقال لي انت ليت جاوياهم انت مو معفي مو كذا فاني من يعني من حالات روحي قلت للستاذا انا معفي وابوي صديقك وكذا ويجي فيه فقال لي تصير على صفحة فكيف قلت هاي خلاصة ثاني قصبهم للطلاب قصبهم بس مني يكتلهم مو اندثاروا اياهم لا دا يريد يقول لي انت جاي للمدرسة شغلتك تقرأ تحفظ تتعلم حتى وعيك يزداد ادراكك يزداد تفتهم تصير عنصر فعال بالمجتمع والله العظيم قلت لهم كلهم ويجا الدور علي فاني قلت لي تاني هاي قلت لي تصير على صفحة قلت لي بقيدهم مرتين قل لي هاي لان ما محذر او ضربني عندشان هيش عودة خشب مرتين قل لي هاي الخاطرة الوالد وسلم لي علي بالله العظيم رحمة الله على روح المدير الى رحمة الله لحد الان اذكرها وبفخر والله احنا اذا من يعني هاي مرحلة خطرة مرحلة عمرية خطرة اذا مؤاني اتابعوا يا الطالب وارويل عن الحمرة وكذا ما دا اشجع على ضرب الطالب وايهانته لا بس لازم تلقون حد انتم في وزارة التربية وبالتنسيق مع وزارة الداخلية لازم يصير اكفة حلول حقيقية لهذه المرحلة العمرية اللي ما يفتهم الا بالقوة مراهقة بعدما يعرف هو طفل مراهق الشاقة ما دلشي يسوي يبعى الاستاذ حركات كل شيء كليتنا كليتنا مرينا بهاي التجربة اذا ما اكون ضباط مدير قوي معاون مالته قوي المدرسين المعلمين كلهم مسنودين بشكل صحيح انا مو يضرب الطالب وايهانته وتخويفه لا ولكن لازم اكفة عالية للحد الادنى اكفة طريقة معينة بالتالي خرجت اجيال يا ابو اجيال هاي المدرسة اللي چنت بيها بالله العظيم وكلهم يحبون المدرسة وكلهم يحبون على كله زين هذا جانب التربوي زين شلو بعد معاناتك كمدير مدرسة انت من ناحية الصفوف من ناحية الكتب المدرسية من ناحية الصبورات عدد المحاضرين كافين كل اصحاب الاختصاص زي درسون نفس المادة بالنسبة كبنايات يعني بحاجة للبنايات لانه الاعداد عندنا اللي موجودة تفوق هاي البنايات الموجودة اضافة الى بعض المواد اللي موجودة عندنا بالمتوسطة مو ضمن كلمة اقتصاصة يعني اليوم مدرس رياضيات يمكن ابل ابل حاسوب نخلي يدرس رياضيات مم لانه ما عندنا مدرس رياضيات اكو مدرس اه عربي نخلي ياخذ مثلا فيزياء وهي ما يجوز بس احنا شنسوي يعني نسد حاجة يعني نسد الشاغر اللي عندنا هذا منه المفروض يجيب لهذا المدرس اللي عندك بيه شاغر المشرف المديرية لا هذه تخص الاشراف الجانب اشراف حقيقة هاي التسوية هسا الاخيرة اجوا ما عندنا يعني هسا يجونا بخصوص هذا الموضوع والاختصاصات يعني ضمن المواد اللي موجودة عندنا انا حاليا هسا عندي اه الرياضيات عندي بها ما عندنا مدرس رياضيات لحد الان نعاني من مدرس رياضيات ما عندنا هيا مرحلة الثالث متوسط اضافة الى قبل الاحياء احنا القريب الى مثلا نمطينا كيميا ممكن ياخذ كيميا نمطي بعض الحصص مننا شون يصير استاذي حبيبي انت ما يصير هاي المادة تختلف عنها خل فالله عليهم هسا هم وخاصة المرحلة الثالث متوسط لانه وزاري وتتأخر لازم نتقدم جلو توفرت لك فرصة ان شاء الله وصرت عضو مجلس محافظات واسط ان شاء الله قوة الله شو تسوي بالواقع التربوي بالنسبة للواقع التربوي اه اولا ضمن الاختصاصات والشاغل اللي عندنا مثلا الدروس العلمية اللي موجودة يجب التركيز عليها اكو هسا عدنا احنا مدارس ابتدائية بها مدرسين بكالوريوس احنا نحتبرهم يعني ذولا هم حصة المتوسطة المفروض يدقيقون الاشراف واللجان الاشراف الموجودة يدقيقون على شهايد البكالوريوس اللي موجودة بالابتدائية انا يعني شونه المفروض ابو البكالوريوس ميدرس ابتدائي لا يدرس يدرس مو مشكلة بس احنا بحاجة اليه ممكن ايه محتاجين مثلا اهزة اكو هم لامتدائية بها مدرسين احياء مدرسين كيميا فممكن يعالجوه للمتوسطة يحولو المتوسطة انا بحاجة الى مدرس كيميا مثلا هاي واحدة ايه هاي اللي جان يعني اقتصاص اللي جان هاي شغل اللي جان هاي شغل اللي جان ايه يم اللي جان بعد شت سوي مثلا بعد اه بناء المدارس طبعا ايش قد تكلف المدرسة اذا كانت واطئة الكلفة ايش قد تكلف وبيها فد اربع وعشرين صف اربع وعشرين يعني ما تتجاوز المية وخمسين مية وخمسين شنو مليون تقريبا ايه تقريبا هاي مفروض مساحة مالتها اكو مدارس العفو اسبسطان ايه مفروض 돌�مر مساحة مالتها دونم مساحة مالتها دونم تقريبا دونم اي ايه اربع وعشرين صف مية وخمسين مليون دينار اراقي ايه تقريبا وبيها ساحة وبيها معرف شنو بابيها ساحة ليان اكو وهسه وغرف للمدرسين غرف للمدرسين وللمدير ومخزن ومكتبة نحن حاليا بالنسبة متوسطة بحاجة إلى غرف المدرسين يعني غرف أضافية مخزن ما عندك حسن؟ ما موجود أين غراظكم تخلوها المخزن؟ اشتراك ابتدائية عندنا مدرسة ابتدائية والمخزن يصير أكو اشتراك نطلق نحن بحاجة يعني بناء مدارس والمدرسة اليوم إذا تبني لك مدرسة مثلا متوسطة من ست صفوف ما تكلف حتى 75 مليون ما تكلف هم مرات مثلا يصير عدكم أنه كمدير مدرسة أنه تطلبوا من الأهالي يتبرعون في سبيل على مد أولادهم يعني مثلا في بناء صاف أو صفين هذه الصير عن طريق مجلس الآباء والمختارين الموجودين على مد ما صير ضمن مسئولية مدير المدرسة حتى لا يتهم بأنه هو يشوفون هما شنه اللي تحتاج المدرسة تحتاج هاي المدرسة يقومون هما بيهو هما يوجهون ناس يعملون بهذا الشي طبعا الأهالي أغلب شي يعني لحد الآن جاي يساعدون المدرسين يساعدونهم في بناء مدارس وخاصة اليوم إحنا عندنا يعني الجانب الصحي إحنا في مدرسة تبعد ما يقارب 25 كيلو عن قضاء الأحرار هذه مي شرب ما يوصلها إلا يجيها سيارة نقل ويعني كل يومين يوم الثالث تجيها سيارة آره لا يجيها مي يعني للصحيات الصحيات منين يجيها؟ أما المي يجيبونها من أهاليهم آه لا أنتو الصحيات منين يترسونها الصحيات هو حسب يعني السيارات نقل تجينا تنكر مي يعني يجيبونها نظيف هذا نظيف هي من إسالات مي تجي هاي هاي بتنسيقه وزارة التربية وزارة التربية يعني من الممكن إنه هاي وحدة من عتين ممكن مبادرة أكو إسالات مي من القرى الموجودة بس ما م مجهزة يعني من مسافة من القضاء يدفعو لها مي من ناكل يعني هم خلينا على يعني جداول أو هذه هاي دائما تنقطع الميمانات ايه لأن أنت صار لك شقد مدير مدرسة؟ صار مدير مدرسة آه 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 خدمة قليلة لأن إحنا على المحاضرين آه 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 وبالتالي زين الوياك الأساتذ الوياك اللي هم أقدم ربما وكذا هجي شيء سمعت أن هم في اليوم حصلوا قطعة أرض استلموا لا كل الكادر الوياء الموجودين ما هم أغلبيتهم يعني محاضرين لحد الآن بالنسبة ل قطعة أرض هذا ما ما لا ما ما آه اذا مشاهدي الكرام بعد الفاصل امتظرونا أهلا بكم من جديد مشاهدي الكرام هذه منطقة أخرى أيضا في واسط تحديدنا في الكوت مع مع مرشح آخر راح عرفنا على المنطقة وأيضا يتعرف عليه أكتر يتعرفون يشوف يعني هو شنو ليش رشح نفسه لانتخابات مجالس المحافظات وشنو إمكانياته وشنو مقترحاته وشيري ليحقق مرحبا أستاذ أهلا بسهلا أهلا ومرحبا أهلا بسهلا أهلا بسهلا بداية أريدك أتعرف نفسك لساد المشاهدين المرشح أو الأستاذ نعيم جميل الجعيفري أبو مروان اللي معروف على المستوى العشاري أبو مروان الجعيفري تسلسل تسلسل 21 قائمة 143 مدرس تربية رياضية متوسطة الصدر الثاني حاليا نعم أمين العام يتجمع من أجل عراق على مستوى العراق بصورة عامة نعم عضو الاتحاد العربي للقبائل العربية نعم المقرة في مصر نعم سكرتير الاتحاد العراقي أبو مرك لفرع محافظة وسط للمصارع آه شرف نعم أهلا وسأل وبالتالي هالمنطقة جسمها؟ منطقة حي جهاد الرحمة الأولى منطقة شعبية منطقة زراعية أغلب الناس بيسكرون بها والناس خدهم سند قالي؟ سند معكم بعد أكو صار مسح للمنطقة وتحديد أرقام من قبل البلدية وأصل كل بيت جد مسعت؟ المسموح بها تقريبا 800 يعني من 200 إلى 800 متر الحق المواطن أن يطوبة بالسعر التحديد البلدية بالتالي إذا أشوف هنا هسا هاي الفليكسات كم واحدة مسوي؟ تقريبا بالخمسين بين كبيرة وصغيرة كالفتنا وهي والحديد تقريبا تقريبا وعندما تقدر أكثر مو؟ لا ما نقدر أكثر هاي طاقتنا وستوزعها بالمناطق وستوزعها بالمناطق وعلى الطيب والنواحة إن شاء الله آه إن شاء الله إن شاء الله زين هنا الناس يعرفوك؟ الحمد لله أنا بالمنطقة على مستوى محافظة واسط من الجانب العشائري والجانب الرياضي أحد أبطال واسط والحكم الأول في واسط بالنسبة للمصارعة هو الحكم الدولي الأول بالعراق على مستوى الفنون القتالية جوجدسو شنو اللي يدفعك؟ إنه ترشح الانتخابات مجالس المحافظات شنو اللي يدفعك؟ الفضل ما يخليه منك يهلا الفضل اللي يدفعنا لها يقول يجي فلان وفلان ويرشح وهو مو بذاك المستوى المطلوب اللي ممكن يكون أمانة 100% أو يكون نزيه هذا يحز بالنفس نحن نقول المفروض ترشح الناس الناس النزيهة وأصحاب الكلمة وليهم مكانها بالمجتمع حتى يكون تأثيرهم مباشر على المواطن أنا يجي واحد مثلا ما معروف جاي من أجل المصلحة منافع شخصية المنافع شخصية عرضت علينا كثير من الأحزاب هاي المنافع و هاي الأموال لكن إحنا رفضنا كل هاي المقترحات اللي اقترحوها علينا وقلنا إحنا جايين من أجل مصلحة عامة وليس مصلحة خاصة يتالي إن شاء الله الله سبحانه وتعالى يوفقك و تصير مجلس محافظة واحد إن شاء الله شنو أول شي مثل تركز عليه جانب الرياضي لو الخدمات لو التربية el google لوا المشاريع لو الصناعة spiritual ew شنو نحن اليوم بحاجة لكل قطاع كل القطاعات اليوم هي منحكة بشكل عام اليوم بالنسبة للمحافظة تواسط بالنسبة للقطاع الرياضة تعبان بشكل عام ماكو تركيز علي جانب الرياضة واليوم وجهة المحافظة هو جانب الرياضي وجهة البلد بصورة عامة هي الجانب الرياضي لماذا لا يوجد تركيز على رياضة؟ لا يوجد لأن الشخصيات التي استلموا مناصب لا يوجدهم روحة رياضية نعم الشخص لو يوجد مكان مثلا نفرض المحافظة الرياضية من شخصية رياضية معروفة يركز على الجانب الرياضي ويظهر مظهر المحافظة بشكل يدعم الرياضة بشكل رئيسي بالإضافة القطاعات الأخرى القطاعات الأخرى أنا لا يهمل هذا الجانب على حساب جانب آخر زين أنت حضرتك موظف تمام؟ نعم مدرس رياضة مدرس تربية رياضية شون أنت أرى فقط التعليم بالعراق باعتبارك مدرس رياضة شون الطلاب يتعاملون معك بحوب باحترام بخوف لو شنو الوضع اليوم الوضع من سيء إلى أسفل شلون؟ بالنسبة للجانب التربوي لأن القرارات التي قاعدت توضع ليس ضمن المستوى المطلوب اليوم إحنا كثير من القرارات التي توضع ليس بالمستوى المطلوب ما قرارات؟ مثلا اضطوا الحق كله للطالب وهم له جانب الأستاذ اليوم الأستاذ لا يستطيع أن يحكي ويا الطالب مشكلة خوفا من الجانب العشائري خوفا من الجانب العشائري خوفا من الجانب العشائري لأن من تحكيه طلع راح لأهله يجي أبو يجي اسمه صارت جانب عشائري أخذ منح آخر أو تحديد وغيره فالمدرس يخاف من هذا الموضوع يسكت يجنب المشاكل حتى وأن أخطأ الطالب بحق المدرس أو بحق نفسه يسكت يعوصت وهذه كارثة كارثة مصنع إليه نحن الآن وهذه مشاكل كيف حل برأيك؟ كيف حل؟ الحل بيدي الوزارة كيف تسوي الوزارة؟ الوزارة أن تعطي المدرس والمعلم حصانة حصانة كيف حالا؟ هل مفروض وزارة الداخلية تسويها؟ لا تنسيق بينات؟ ترفع وزارة التربية المجلس الوزراء المفروض هي تشرع قانون المجلس النواب حماية والقانون موجود حماية المعلم؟ المعلم هو يشمل المعلم والمدرس وهذا القانون يعني مثلا تقترح أنه اللي يأذي معلم أو مدرس أو يقلل من قيمته ينحسم من ضمن أربع رهاب؟ لا لأنهم وإذا موهي تشيء ما حد يلتزم ما خالب كل الأحوال هم أبنانهم لطيف كل الأحوال مثل ما أشوف ابني أشوف ابن الناس ابني لعشونه في ضابط القانونية اللي يتحدد من تصرف المسيق مع المعلم الضابط القانوني المفروض الدولة تضع قانون أنه تخلي عقوبات على الطالب عقوبة للطالب بكان ما المدير العام وغيره يصير ضد المدرس ويالطالب حتى لو كان طالب مدير العام بالمديرية نعم كل الأحوال عانينا من هواي نعم وثانيا رأسا يروح للمحكمة يدرون يعني أنه المعلم يدرون كل شي يدرون لعن ليس يساعدون؟ اليوم المجاملات تلعب دون معلسف نعم معلسف تيجي المدارس مثلا هس بالوقت الحالي تلقى بيها خمسة أو ستة مدرسين مثلا مادة وحدة وباقي مدارس تلقى بيها مدرس واحد أو وعدهم شاغر نال كالفة ما يقدرون ينقلون المدرس من مدرسة من فلال مدرسة ليش؟ لأن هذا مرتب أموره مرتب أموره وقرايبة وأخوه مسؤول أو شي اسمه من هذا الجانب وهذه الطريقة ينبني بلد؟ ما ينبني بلد اليوم إذا ماكوا عدالة وماكوا مساواة ما ينبني بلد شكل صحيح بعد شنو من خلال مشاهداتك وأنت كتربوي شو تسول فينا عن شنو؟ أولا قلة الكتب كتب ماكوا بالدرجة الأولى اليوم الطالب من يجي ولحد نص السنة راح على الأبواب وكتب ماكوا مدرسين ماكوا إحنا قبل خمس أو ستة أيام يالله إجانا مدرسة إيجليز مدرسات ثلاثة شهرين ودرس ماكوا وهنا هي الكالة وذولة الأول متوسط وعلى مستوى العراق يعني على كل وينما تروحها أي مدرسة تروح بها تلقى بها شوار ولحد الآن محد واصلهم الطلاب بزين هذا الطالب شون ذنب ماكوا مساواة بين التوزيع الكوادر هذا الجانب ما صار لك جد من الخدمة؟ أنا صار لتقريب بأي 17 عشر سنة حصلت قطعة أرب من الدولة؟ لا ما حصل فاضطرية تجي تقول هنا؟ أبو أن أروح لها أفضل من الهجارة عائلتك كبيرة؟ عائلتي تقريب 7 نفرات قلوا لكم راح يطاوبوها لها؟ يجيوا ورقوا مو رقوا مو جيد ورح تشتروها من عندهم؟ نشتريها بالسعر اللي هم يحددون؟ اللي هم يحددون هم اللي صمحوا بيه تقريب 800 متر كم بيت هنا؟ والله بحدد لألفين بيه المنطقة كليا جميلة تقدر تسولف لي بعض الرقعة الجغرافية شنو الوضع هنا كخدمات مقدمة للمواطنين؟ ماكو خدمات شنو الخدمات يعني؟ خدمات مي تسحب الناس على إحسانها زين نظيف؟ هي ميسالة جيد؟ ميسالة بس الكلفة على المواطن ايه الكلفة على المواطن حتى يوصل إلى المنطقة الزراعية والكهرباء؟ والكهرباء هي طبيعية هذه الدولة أسستها مادة الدولة ماكو ميزانيات من كهرباء؟ لا أكو يسموها البطاقة الحمراء للمناطق الزراعية هاي تدفع جهاز يجيكم بالشهر؟ بالشهر مخصومة هي عشر تلاف بالشهر شنو رسالتك للمواطن العراقي اللي المفروض يطلع ينتخب يوم ١١١؟ شو تقول له؟ المفروض المواطن أن يركز ويختار صح المفروض يختار صح أن يسأل ما يبقى والله إجان فلان وقال إن انتخب فلان لا المفروض يسأل وحتى يكون اختيار صح لأن الصوت أمانة اليوم نعم فلازم الشخص يحافظ على هاي الأمانة حتى توصل رسالتها بشكل جيد ويكون اختيارها صحيح إحنا اليوم ننتخبنا هاي الناس يريد منها يريد منها عمل يريد منها أنا إذا هو بالأساس جاي من أسجل منفعة خاصة وراح يقدم المواطن وهذا ما يقوله إحنا نتمنى لكل تفكر الله يحفظك شكرا وإن شاء الله يا ربي تحقق نجاح كبير وتخدم منطقتك ومدينتك وتقدر من خلال تواجدك عضو مجلس محافظة واسط إنه تكون يد العون لكل أطياف المجتمع الواسطي وشكرا شكرا إذن مشاهدين الكرام انت هذا الجزء انتظرونا بعد هذا الفاصل أهلا بكم الجديد مشاهدي الكرام ومرشح آخر لانتخابات بجالس المحافظات هنا في واسط راح أعرفكم عليه وأيضا نعرف من عنده شنو طموحة وليش رشح نفسه لهذه الانتخابات وهذه الانتخابات مثل من نعرف انتخابات مهمة مفصلية لأنها انتخابات تشريعية ورقابية ومهمة جدا لتقديم الخدمات في المحافظة السلام عليكم السلام عليكم السلام ممكن تعرفنا من نفسك رشيد البديري نائب محافظ واسط رشحت على قائمة بشري عراق تسلسل اثنين اشترك بك الله يسلمك وعزك نائب محافظ واسط مسؤولياتك هوا بتأكيد مسؤولياتنا كثيرة كما تعلموا من مجالس المحافظات يعني من 2013 إلى اليوم وماكن انتخابات فأصبح دور الحكومة التنفيذية هو دور واسع ومتطلبات الناس كثيرة باعتبار أن اليوم المجلس المحافظة والحكومة المحلية هي بتماس مباشرة مع المواطن يعني أكثر مما تقدمها الوزارات حتى المشاريع الوزارية اليوم يتحملها الحكومة المحلية باعتبار أن الناس تريد المسؤول اللي هو ممكن يتواصل معها وتصل إليه بشكل سهل وسريع شون المهام اللي يطلع بيها نائب المحافظة؟ النواب المحافظة الثنين ما أعتهم مسؤوليات حصرية بالقانون المحافظات إنما هو يستمد صلاحياته من السيد المحافظة والسيد المحافظ يكلف أو يفوض صلاحياته للنواب بالتأكيد هناك كثير من الصلاحيات التي تم توفيضها لسواء النائب الأول أو النائب الثاني وقمنا بأدوار كبيرة فيما يتخص اللجان فيما يخص عملنا كنواب مثل النائب الداري ونائب فني كنائب الداري؟ النائب الثاني النائب الفني يسمونا نائب الفني شو الواجباته؟ واجبات النائب الفني هو يتابع المشاريع ويتابع مع يعني شاركنا بلجان التحليل ولجان الفتح أيضاً تابع مع الإخوان فتح العطاءات؟ فتح عطاءات طبعاً بالبداية بالألفين وثلاث عشر تقريباً شاركنا بلجان مهمة اللي هو لجان فتح العطاءات والتحليل بالإضافة إلى عملنا الآخر اللي هو عندنا مسؤوليات أقسام يعني نحن نديرها من خلال عملنا أيضاً بالتوفيط من قبل السيد المحافظة شون المشاريع المتلكية هنا بواسط؟ نحن بالمناسبة يعني بالألفين وثلاث عشر بدأت في شهر السادسية بدأت الحكومة المحلية في واسط بعد ذلك يعني بالألفين وربعة عشر حلنا حوالي مئتين وسبعين مشروع لكن يعني داعش يعني يعني هجوم داعش على بلدنا وأيضاً العراق مر بظرف الخفاض الحاد بأسعار بأسعار النفط تأجلت هذه كل هذه المشاريع وبقد عندنا مشاريع مستمرة إلى أن استقر الوضع المالي بعد ذلك يعني وراء الألفين وثلاث عشر خمس سنوات الواسط ما أعتهم موازنة حقيقة وبذلك يعني كانت تعمل المحافظة بالإرادات المحلية وخصوصاً إرادات البلدية ولذلك كل مشاريع توقفت حتى المشاريع اللي كانت قبل 2014 هي مشاريع حلها قرار 347 هو التسويات مع المقاولين إنه دائر ومدين وتوقفت أغلب مشاريعنا ما هي المشاريع اللي أنجزت؟ كثير المشاريع اليوم نحن همشي المشاريع البنى التحتية موجودة مجاري أمطار ثقيلة بالإضافة إلى عندنا مشاريع اللي هي بلدية هناك مشاريع يعني تتعلق بالماء والكهرباء هذه كلها مشاريع تنمتها قاليم نحن صورنا في مناطق كثيرة اكتشفنا أنه هناك إهمال في أقضية ونواحي عديدة ما أعرف المحافظة عدها عليه ما عدها؟ يعني محافظة تواسط هي حالة حال محافظات الأخرى اللي تعرضت لأزمة النفط والدولار يعني تعرضت لأزمة داعش وأيضاً أزمة كورونا كل ما يتعلق اليوم بمشاريعنا هو ما يتعدى الوقت مات سنتين أو سنتين ونص يعني إلى أن استقر وضعنا وأيضاً مسألة المظاهرات فكل هذا العمل هو بالتأكيد هناك كان تقصير أو قصور سواء الحكومة المحلية والحكومة المركزية اللي هي جعلت الجانب المالي مهم جداً صار هناك مشاكل مالية يعني مقاولين يطلبون مبالغ كبيرة أيضاً مشاريع تحتاج إلى تمويل اليوم إحنا في عام 2013 إلى الآن إحنا ما حايل المشاريع أيضاً بتأخر الموازنة إلى الآن فكل هذه المشاكل تعلقية مشاكلها بالحكومة المركزية الحكومات المحلية قادرة على أن تكون تقوم بأداء كبير الحكومات المحلية قادرة على أنه تنجز أعمال كبيرة مع الأسف يعني في هذه الموازنة عام 2022 شفنا يعني مبالتين مثل أقاليم قياساً إلى الاستثمارية اللي هي تعطى للوزارات كبير جداً يعني أربعة تريليون أو أكثر من أربعة تريليون للمشاريع استثمارية للوزارات لكن اثنين وستريليون لكل المحافظات وهذا مبلغ ضئيل لا يشكل مشاريع استراتيجية مثل الآن أريد أسوي لي جسر معلق أريد أسوي لي جسر عادي كونكريتي هذا يتطلب عندي أموال كبيرة لكن أموال غير قادرة على تأمين مثل هذه الخططة على أي أساس تختارون المقاولين حتى ينفذون أعمالهم والمناطبهم؟ على أي أساس؟ نحن عدت تعليمات تنفيذ الأقود الحكومية الرقم الثنين لعام 2014 المعدل هذه وفقها نحن نحيل وأيضاً في 2017 تقريباً جاءت الوثيقة القياسية تختلف فالوثيقة القياسية بإضافة إلى تعليمات تنفيذ الأقود الحكومية وهذا الإجراء الرسمي الذي نحن نشتغل به المقاول المتلكة شنو ردة فعلكم تجاهها؟ المقاول المتلكة راح يكون نسبة معينة مثلاً إذا عبر العشرين بالمئة راح يعطي إنذار وبعد الإنذار إذا ما عالج موضوعه راح يصار إلى سحب عمل كم مقاول متلكة في واصل؟ اليوم يعني الشركات باعتبار أكوسيولة مالية ليست هناك يعني مقاولات أو مقاولات كثيرة أو مشاريع كثيرة متلكة أغلب مشاريعنا هي الآن هي مشاريع مستقرة باعتبار هناك جانب مالي مرن وباعتبار إحنا وعدنا أصبحت الأموال مدورة ما كانت سابقاً تعود إلى وزارة المالية اليوم عندنا بحبوحة كبيرة خصوصاً بعدما أجل الأمن الغذائي تقريباً أكثر من 500 مليار أيضاً أضاف إلى موازنتنا فمشاريع قليلة السبب ليس بالمحافظة وإنما سبب يعني بتحليل العالم يعني تحيل الشركة بناء على وثائق وأحياناً الوثائق ما تكون متطابقة طيب من يتابع عمل المقاولين؟ بالتأكيد إحنا عندنا مهندس المقيم بالإضافة إلى نواب المحافظ بالإضافة إلى إحنا عندنا دائرة المشاريع أيضاً تتابع أيضاً المعاون الفني عندنا معاونين تقريباً أكثر من ثلاث معاونين للسيد المحافظ أيضاً تعاون المشاريع مقاول يتعرض للابتزاز؟ يعني أنا ما سمعت أنه هو مثلاً نشتك يم مقاول أنه تعرض للابتزاز اليوم الأمور هي بشكل تبشي بشكل سهل ربما يخاف مريدي يعني أريد يكمل شغله يعني أخاف يعرقلون شغله هذا جزء من مشاكلنا بالعراق أنه المقاول إذا تعرض للابتزاز هو يخاف يتكلم حتى لا يفقد مصالحه وهذه مشكلة والحل؟ الحل أنه تكون هناك شفافية أعلى يعني يعطى المقاول الحرية أو يصار إلى قرارات أو مثلاً يصير استبيانات معينة أو ممكن تدخل الحكومة المركزية ببعض التفاصيل اللي يتابع الحكومات المحلية ولكن مع هذا الأمور أنا أعتقد أنه هي الأمور بشكل عام المشاريع أفضل أفضل من سابقها والجمهور ويشهد أنه اليوم في وسط أكون مشاريع مزين علاقتكم بمجلس المحافظة علاقة إيجابية لو علاقة عدم ثقة وشيك يعني دائماً أكو مشاكل وأكو عدم رضا من قبل الطرفين بالتأكيد هو مشاكل السياسية اللي في بغداد ممكن يعني تنزل إلى المحافظات ودائماً اللي لم تكن هناك حكومات سواء حكومات محلية أو حكومة مركزية اللي لم تكن تنبني على مبنية على الأغلبية السياسية رح تكون هناك مشاكل يعني إحنا مشاهدنا لا في وسط ولا حتى الحكومة المركزية أنه تم تشكيل حكومة بناءً على وجهة أو رؤية أو يعني برنامج حكومي تتحمله وجهة معينة لكن هذا التداخل أو هذا الاشتراك أو عملية الشراكة بتشكيل الحكومة سواء حكومات المحلية أو حكومات مركزية ورح يخلق يخلق هذه البيئة المتوترة لأن هذه الثقة ما تستمر وراح تكون هناك مستمرة لن تكون هناك جهة أو جهتان على الأقل تستطيع أن تضع برنامج حكومي وتتحمل هذه المسؤولية إلى الآن لا الحكومة المركزية معلأسف ولا الحكومة المحلية تبنت الأغلبية السياسية نطمح أن تكون الحكومة القادمة في وسط حكومة أغلبية السياسية حتى لا تنخلق هذه المشاكل بتأكيد مجلس المحافظة الماضي هو كانت هناك مشاكل كثيرة تتعلق بهذا التدافع أو هذه المناكفة السياسية معلأسف مع العلم أن الحكومات المحلية ومجالس المحلية هي مجالس خدمة لكن بسبب هذه الصراعات وبسبب أننا أحزاب نتبع إلى جهة السياسية في بغداد هذه تنزل لساحتنا وتخلق لنا مشاكل لكن لشهادة يجب أن يفهمها الجمهور أن مجلس المحافظة الماضي حتى المحافظين والحكومة إلى عام 2018 لا يوجد موازنات بس احنا اشتغلنا بموازنة 2013 احنا باعتبار النصف الثاني من عام 2013 لكن داعش اجب شهر السالس 2014 وما كانت هناك موازنة الـ 14 والـ 15 والـ 16 والـ 17 إلى عام 2018 هذه ما كان موازنات فما ممكن نحمل مجلس محافظة وهو ما عنده أموال حتى ممكن يقدم بياه خدمات للناس طيب شون اللي يدفعك أنه ترشح لهذه الانتخابات مجلس محافظة بتأكيد خدمة الناس يعني هو الهدف الأول يعني لأنه مجالس محافظة أعتقد أنه الديمقراطية بالعالم اليوم سوى تنمية حقيقية وشوف دول الأوروبية اللي هي استثبرت ديمقراطية والجمهور هو يكون واعي لخياراته فبتأكيد اليوم الديمقراطية بالعالم شكلت تنمية حقيقية للشعوب ومن هذا المنطلق يعني أعتقد أن إدارة إذا تكون هناك إدارة رشيدة وكما قلنا إدارة تكون أبيها أغلبية سياسية راح تحقق نتائج طيبة في أي لجنة تلقى نفسك أستاذ رشيد في أي لجنة من لجان مجالس المحافظة يعني أنا أؤمن بالاستثمار أنه يشكل تنمية حقيقية للدولة يعني الاعتماد على الموارد الدولة هذا أنا أعتقده وفشل الاستثمار وتشجيع القطاع الخاص أيضا الاستثمار للأجنب ضروري اليوم إحنا عدنا سوق العمل عدنا يشكل يعني يشكل خطر وتحدي كبير للحكومات المحلية والمركزية هذا سوق العمل لا يمكن أن أنت توفره عدت تتخلص من التوظيف الحكومي إذا لم يكن هناك قطاع خاص ناجح أنت موفر له بيئة آمنة وموفر له كل ظروفه اللي هو ممكن ينجح سواء عملية تنموية أو عملية دائما نسمع أنه توفير بيئة آمنة وظروف صحية وطبيعية وإيجابية للمستثمر ولكن الحقيقة عكس ذلك تماما نعم أنا أتفق معك أتفق معك أنه إحنا فيما يخص عملية الاستثمار وخصوصا عراقيل دائما قدام المستثمر ما يقدر يريد كل ما يريد يقدم فتشي تطلع لفها دائرة معينة توقف شغله أو يدي تزود دائرة أخرى أو يدي تزود دائرة ثالثة أو رابعة أو خامسة يمل ويترك العمل ويروح حتى القرارات يعني هناك قرار بالقانون الاستثمار يعني فقرة بقانون الاستثمار أنه إذا لم تستكمل أو لم تستكمل الموافقات خلال خمسة عشر يوم تكون الموافقة حاصلة هذه الفقرة نحن ما نستخدمها ما نستثمرها بشكله يعني القانون دا يخدمنا لكن نحن ما نستخدم هذه الفقرة الجانب المصرفي أو البنكي أيضا لدينا مشاكل ما عدنا أتمتة ما عدنا لأننا نحن نحن بس القطاع الخاص المحلي أقترح في تبسيط هذه المشكلات أمام المستثمارين أقترح عادة النظر بقانون الاستثمار عموما تكون هناك لجان وأيضا الاستعانة بالمحافظات حتى لأن المحافظات هم المواجهة الأكبر لعمليات فرص الاستثمار فيكون هناك تعديل المحافظات قادرة على أنها تصحح كثير من المفاهيم الخاطئ التي نحن نواجهها اليوم مثلا مشاكلنا بوزاة المالية معقد كبير سواء بقطاع الزراعي بقطاع الاستثمار والمصانع يعني كل الأراضي تسعين بالمئة من الأراضي هي تابعة إلى وزارة المالية وزارة المالية معطل حقيقي اليوم نحن نريد أن نسوي مدينة حرة إلى الآن بعقارات الدولة عندها مشاكل إلى اليوم يعني البت من هي الجهة الرسمية بالدولة التي عدها القدرة والقرار والإمكانيات في البت من أجل تسهيل عمل المستثمر في العراق منه؟ المشارع العراقي البرلمان العراقي يفترض أنه يفترض أن العراق لا يعرف أنه المستثمر دي عاني؟ يعني لا أعتقد اليوم اليوم كل الإعلام ينقل وكل البرلمانيين يقولون هناك مشاكل ونحن أيضا اليوم من خلال قناتكم نقول هناك مشاكل المشارع العراقي يجب أن يحرر الأرض هذا بشكل جزئي خمسين بالمئة يجب أن تحرر الأرض للحكومات وأيضا يصير هناك نقل الوظائف حقيقي هذا نقل الوظائف الذي ذكره بالتعديل أنه نقل الوظائف والتخصصات لا يوجد نقل الوظائف بالحقيقة لأنه أنت نقلول لك وظائف وخلول لك المحافظات موارد بشرية يعني للموظفين ما نقلوا يعني النقل المالي اللي هو يسمونه فيسكل تنقل الإميريات كلها بما الأراضي والإمكانات اليوم المحافظات اليوم أعطيت السيطرة على كل الموارد المحلية راح تكون المحافظات متسابقة في تعزيز مواردها يعني رفع هذه الموارد ليش لهذه الموارد تكون إليها للشارع وتكون خدمات تقدم أتمنى لكل التفيق أستاذ إن شاء الله تنجح في هذه الانتخابات وتقدم خدمات كبيرة لأهالي واسط اللي حقيقة هم بحاجة إليها بشكل كبير إحنا بل ضبطوين بياموكان هذا صدر الغراف سدة الكوت هنا إحنا عدنا هنا ناظمين الناظم الكبير هو صدر الغراف هذا طبعا البطاقة الاستيحابية أكثر من أكثر من 72 أعتقد 72 نتر مكعب بالثانية لكن هو اليوم كما تعلم أنه قضية الجفاف بالعراق ونزول مناسب نهر دجلم على الأسف بالإضافة إلى دجلي اللي هو سبقه هذا السايلو سايلو واسط الشهير وهذه مطحنة وهذه دوائر الموارد المائي هنا شكر ربي شكرا جزيلا شكرا إذن المشاهدين الكرام مستمرون معكم في جزينا الأخير من حلقة برنامج إبشر أستاذ تقدر تأخذ دراحتك شكرا جزيلا شرفنا بك شكرا جزيلا مرحبا أستاذ شونك شون صحة مرتاح إن شاء الله الله يخليك الله يحفظي ليه شي شي عاي فيني القصة ماكو تنظيف دائما حتى عندنا في بغداد يعني على ضفتي النهر يعني إهمال واضح وكبير قد جاومني على هذا سؤالي لكن أول مرة تعرف نفسك للسادة المشاهدين شكرا جزيلا تشرفوا بحضرتك وبقناتكم الموقرة الاسم عبدالحسين حميد حسين الحسني تولد 1970 خريج بكالوريوس علوم القرآن محافظة واسط أسكن بالكود يعني في وسط الكود تسلسل تسلسل 25 على قائمة بشري عراق 143 مش رضيك تشرف تالي أنت ليش رشحت نفسك حتى تصير أضو مجلس محافظة واسط صراحة هي الكلام يطولوا وإعراضوا وما نقدر نضغطه بهالوقت هذا بس يمكن راح أنطيك الموجز البسيط وحتى يتفهم الشارع الواسطي والعراق عامة هناك تذمر من أعضاء مجلس محافظة واسط والكل يتكلم أنه أعضاء مجلس المحافظة هي حلقة حلقة توصل زائدة باعتبارهم أنهم مجهلون العمل اللي يقوم بأعضو مجلس محافظة هناك ارتباطات محلية مع ارتباطات بالحكومات البغداد هذا العمل اللي يقوم به هو يجهلون عمله لذلك المواطن يفكر فقط بالتفكير الضيق المواطن يريد خدمات يريد خدمات معلية مواكم معلية ما يخصها مجلس محافظة محافظ نمواب وزراء يريد خدمات كافية مواطن قدم كل شي قدم دم وقدم تواجد واشترك بالانتخابات وانت ابن البلد تمام فيستحق المواطن العراقي حياة كريمة صح كلامك طيب لكن اليوم وكلامك مبين يعني متأثر من الأعماق وكل مواطن مو بس انت لكن اليوم انا انظر الحال البلد البلد تعرض الى ازمات كثيرة البلد اليوم تعرض الى دخول داعش تعرض الى ازمة كورونا جائحة كورونا تعرض الى نكبات كثيرة وانا اتصور لو اكو بلد ثاني من هاي البلدان ما يقدر يوقف مثل ما واقف العراق على رجلي اليوم اليوم العراق متكاتف باهله بتوحيده بناسه بعمله الخيري لذلك انا اشوف نرجع الموضوعنا اليوم ملجلس محافظة هو حلقة الوصل بين المواطن والحكومة المركزية اليوم هو اللي يوصل صوتك اليوم هو اللي يختار شنه يحتاج المواطن الواسطي اليوم هو اللي يقضي على الفساد دائرة الفساد في اي لجنة تجد نفسك تقدر تقدم خدمة المواطن الواسطي انا صراحة عملت يعني في متابعة محافظة الواسط تقريبا ما يقارب ست سنوات وبعدها تحولت الى ديوان محافظة الواسط والان منسب على تربية الواسط صراحة انا عملت ست سنوات في المتابعة شنو تتابع يعني اتابع المشاريع المشاريع المتلكة اتابع المشاريع البسيطة المشاريع الزراعية المائية المدارس التربية المي المجاري لما نتابعها اكيد تنطي موقف للجهات الاعلى منك طبعا اش قد عدد المشاريع المتلكة اللي تابعتها انت وشنو كان ردت فعل المسؤول انا سبق وعنوهت احنا اجينا في فترة بالالفين واربعطاش يعني في زمن الفتوى كان في زمن الفتوى تعرف الاقتصاد وتعرف المشاريع تلكأت تمام باعتبار سلطوا الاذواء الى محاربة داعش راح يصير تلكه تلكه بالحكومة المركزية والحكومة المحلية وبجميع قطاعات البلد لذلك تلاحظ انه اليوم اذا عملك توقف دقيقة لازم انت ثاني يوم تعمل دقيقتين ثالث يوم يعني احنا اليوم صراحة سبقنا الوقت ما قدرنا للحق الوقت حتى نوفر للمواطن اللي يريده لذلك اتضمر على هذا الموضوع قال هاي حلقة زائدة بالعكس هو لجنة مجلس محافظة هو تشريع رقابي هو يشرع لك القانون يشرع لك بناء المدارس بناء المصانع بناء التجارة الزراعة ومن ثم بعدها هو اللي راح يراقب المشاريع اللي شرح ما قلت لي باي لجنة تجد نفسك تقدر تخدم انا صراحة لجنة المتابعة لجنة المتابعة لكن اليوم صراحة لا بأس انه اصلط الضوء اليوم احنا نعرف الصناعة الصناعة هي العمود الفقر للبلد الصناعة اليوم تنهض بها الامم الصناعة اليوم توفر لك اليد العاملة تنهي عن البطالة تدخل بالامن الوطني باعتبار انه اذا تفشت البطالة تفشت الجريمة اليوم اذا اقضع البطالة راح اقضع الجريمة راح انهي لك موضوع من موضوع التفش الفساد بالمجتمع اليوم أبني مجتمع صحيح اليوم أنا إذا وفرت المصانع والمعامل المعطلة في محافظة واسط ولا بأس أنه أستذكر إليك كان عندنا نسيج الكود نبنى تقريباً بالـ 57 ويضم 5000 عامل كان يعتمد صراحة على القطن باعتبار كانت بذلك الزمن محافظة واسط هي المحافظة الأولى بزراعة القطن لذلك كان أكو موقف ستراتيجي باعتبارهم أنتم خلوا المعمل النسيج الكوتي هنا لماذا يشتغل المواد الأولية ما يقدرون يجيبون؟ المواد الأولية طبعاً المواد الأولية تكلف الشركة تكلف الدولة وبالتالي صار بي تلك من ناحية التصنيع هاي دوار تمويل ذاتي؟ لا حكومه طبعاً هو هاي هو دوار؟ طبعاً الوزارة الصناعة ايه الوزارة الصناعة بالعزيزية طبعاً من المصانع المهمة في العراق بحيث في وقتها اللي أنشئتها هي شركة ألمانية وكنا نصدر لألمانية كانوا يصدرونا لألمانية يدخل بصناعة الباودر بصناعة الأدوية وهنا بالعراق بصناعة الأدوية ويدخل بمضع هسا لا صار تلك بي متوقف عندك حتى ننهض بالصناعة بالعراق مفروض شنسو اليوم أكو ارتباط بين الزراع وبين الصناعة حتى أنهض لازم اليوم أنا مو بس أقول هذا متوقف وهذا متوقف لازم أنا أجد الحلول حتى أجد الحلول لازم أكو أحد يساعدني لازم أكو ألقي المستندات هي تقومني باسترجاع هاي المعامل المتوقفة اليوم أنا أول فقرة أفكر بيها هي أنه أنا أشجع الزراعة والزراعة أيضا مرتبطة بالمياه وشحة المياه والمناسب المياه واليوم صراحة أنا مواضب بالقامع الفلاحين الفلاح كان مأخذ مساحة كافية من الزراعة والماء موجود اليوم أول شي احتباس حراري وشحة المياه الأمطار حلولكم شنو؟ حلولنا اليوم حلولنا لازم أنا أقوم الزراعة أو أفر المياه المطلوبة لازم أستورد الآلات الحديثة لأنه تعرف اليوم أنا تأخرت تأخير يعني كل شي قوي اليوم الناس وصلت بالتكنولوجيا إلى مستوى متطور لازم أخذ الإنسان المتطور والإنسان صاحب الشهادة العليا حتى أقدر أقومه وأخليه بالمكان المناسب والإدارة الصحيحة بعيدا عن المحسوبية والمنسوبية والأحزاب نتمنى لكل التوفيق بس ما جوابتني المحافظة ليش ما تنظف ضفتين عندنا هاي الدائرة سبحان الله مقابينة هي تابعة إلى الري هي تقوم بهذا العمل لكن أنت تعرف هذا القصف والبردي سريع النمو يعني كل بين فترة وفترة يحاولون أنه يشيلونه وتلاحظ الجهة الثانية يشوفوا التنظيف هذا صلت أو الأخوان الكاميرا تلاحظ كان نفس الوضعية بس حسن نظيفه بالجهة المقابين فبين فترة وفترة يا أخوان والجزرات الوسطية بنص النهر هذا القلة منسوب المياه طبعا يبقى أشيلها؟ أننظفها؟ أكريها؟ زميج هذا كله صالح للزراعة وكذا نقلة إلى أراضي يعني متعبة أكو موجود إذا تعبر على سدة الكوت بالضفة الثانية راح تشوف أكو آلات لسحب الرمال وسحب الجزرات وتلاحظ أنه مديرية بلدية واسط والمحافظة يشيلونه إلى كلمة أخيرة للمواطن العراقي اللي راح ينتخب يوم 18-12 شو تقول له؟ أوجه تحية للمواطن الواسطي بصورة خاصة اليوم صوتك ذهب أنت صوتك لللي يستحق صوتك أبعد عنك المحسوبية والمنسوبية والعشائرية والقبلية وكل شيء أنت صوتك للإنسان اللي شوفه يستحق أقرب إنسان إليك يوصلك إلى بر الأمان والقضاء على الفساد وحتى ننهض محافظة جميلة ورائعة أشكرك جدا شكرا جزيلا إذن المشاهدين الكرام في ختام هذه الحلقة من برنامج أبشر مثل ما شفتوا يعني انتقلنا أكثر من مكان في الكوت وتعرفنا على الكثير من النقاط والهموم لدى الأخوة المرشحين اللي هم إن شاء الله راح يخوضون هاي الانتخابات إن شاء الله أتمنى لهم الفوز لكن حقيقة إحنا بحاجة إلى أنه المواطن العراقي يخرج وبكل قوة حتى يختار الشخص الصحيح اللي يقدر يغير من وجه المحافظة ويبتكر يومية أشياء جديدة من أجل أنه يجعل مساحات هذه الأرض المباركة خضراء مفيدة كلها زراعة إنتاج يشجع الصناعة يشجع الاستثمار المستثمرين يا مسؤولين ليعانون من الروتين للقاتل روتين قاتل وبين قوسين وين الروتين ابتزاز ما نريد نعمم لكن موجودة هاي الحالات وبالتالي شلون يعني خوة ما نستمر هاشيكل كل الدول طلعتنا أملنا شبير بهاي الانتخابات إنه يصير تغيير انتظرونا في حلقات أخرى من برنامج إبشر في موالله اشتركوا في القناة